النهاردة بدون راحة خالص استقنى الفريق الاهلي التدريبات واستعدادا لمباراة سيروميكا كلوباتر اللي هتكون مساء الاربع ان شاء الله الفريق بدون راحة خالص من مباراة الامس اللي اتعادل فيها سلبيا مع اسموحة استقنى في الصباح اليوم تدريباته اللعيبة اللي شاركت في المباراة اكتفت بتدريبات استشفائية وبعض التدريبات في صالة الجيمانيزيام وباقية اللعيبة خاضوا تمرينة قوية مع ميستر مارسو الكولر والجهاز المعاون بكرة الثلاثة ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته الساعة خمسة وبعدها هيبات في المعاسكر استعدادا لمباراة الاربع وهكذا لا وقت للراحة هي دي مشكلة احنا هنتعرض لا في وقتها لان احنا هنتعرض للقضية دي بالتفصيل لان فيه شوط نقاط وملاحظات يجب انها توقف امامها نشوف هتتحل ازاي لان الحقيقة انت قلت ايه حق الغضب اه ده في وقته هو حق الغضب ولكن فارق بين حق الغضب للجمهور والغضب للمسؤولين طيب اكرم توفيق يمكن بيستعد للصفر الى النمسا لاجراحة الرباط الصليبي بعد ما اكدت الاشاعة التانية اصابته بقطع كل في الرباط الصليبي والدكتور احمد ابو عبلا بيتم الاجراءات بعد توجهات الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي بسرعة سفر اكرم للنمسا عشان تجرى له الجراحة قبل ما الاطباء ينشغلوا في اجازات الكريسماس وحتى يتمكن من استغلال الوقت الفترة القصيرة دي دي مثلا مشكلة تانية مشكلة استاذ ابراهيم ان زي ما يكون مازلت بقول هذه الجملة خلال ناس بيستعد المتقلقين عندك يعني انت في مراكز كان فيه عليها استقرار خلاص ان كل حساب بت نفسه صح والناس شافتهم صح طاهر محمد طاهر بيرسي توب بعد العوضة من الاصابة في مكانه الطرفين اكرم وعلي معلول وقلبي الدفاع متولي ومحمد لم ينجوا احد من الاصابة في هذا الخط لم ينجوا وده يروح وده يغيب وده يرجع فالخط مش عارف يستقر او يثبت قدام بقى هنا هنتكلم عليها بالتفصيل لم يجي معها طيب كمان قرع دور المحترفين للرجال ومرتبط كرة اليد المرحلة التانية والتالتة اجريت القرع في مقر الاتحاد في 6 اكتوبر المجموعة الاولى ضمت الاهل والزمالك والسبورتنج وطلاع الجيش والبنك الاهلي واسموحة وفي التانية الجزيرة وهليوبلس والزهور والمعاد وهليليدو ودولفي والمجموعة التالتة الاليمبي والشمس والطيران والقناة والعبور وجزيرة الورد حيلتقي الاهل والزمالك ضمن الجولة الخامسة يوم 23 فبراير ان شاء الله بينما يلتقي في الدور الثاني الفريقان يوم 24 مارس ضمن الجولة العشرة دي كانت اطلالة اخبارية سريعة